بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنتكلم على الشدات الخشبية أعلى الأساسات واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأعمدة وعرفنا أن الأعمدة أنواع فيه أعمدة طبعا هندسية أشكال مسمى دائري مسدس وفيه عندنا عمود زاوية وفيه عندنا كان عمود مربع وعمود مستطيل واشتغلنا وعرفنا التقفيصة بتاعتهم بتشتغل من إيه وبتتكون من إيه وعرفنا العدد المستخدمة في النجار اللي هو بيستخدمها الحد النجار المسلح في شغله اللي هو بما يجي يعمل أعمدة وما أنت تيجي تعمل العمود عارف عدتك إيه وكمان عرفت إيه هي الخامات المستخدمة في الأعمدة الوسط والأعمدة اللي يعني العمود اللي هو النصية وكمان الأعمدة الوجهات أو أعمدة الوجهات طيب أنا النهاردة حايز أتكلم برضو ونشتغل مع بعض مخرج جديد ألا وهو الأعتاب الأعتاب الخرصانية المسلحة الأعتاب بتتكلم على الأعتاب اللي هي أعتاب الفتحات أعتاب فتحة باب أعتاب فتحة شباك أو عتب فتحة باب محل أو عتب مدخل عمارة أو أي شيء أيا كان يكون العتب اللي موجود اللي إحنا هنعمله النهاردة أو هنشتغل مع بعض فيه النهاردة تعال نبص كده مع بعض على الشاشة يقول لي المخرج بتاعي مخرج جديد والمخرج الثالث اسمه أعتاب الفتحات أو الأعتاب للفتحات مخرج رقم ثلاثة وطبعا إحنا عارفين عندنا في شغلنا الموضوع كله يعني مادة والمادة بتتكون من مخرجات والمادة دي بتكون مهمة أنت بتشتغل فيها والمخرج ده بيكون مهمة يعني بتأديها ولازم تأديها مظبوط وليها معايير لازم تأدي المعايير دي مظبوط والمعيار الأولاني اللي بنتكلم عليه في الشداء في شدات الأعتاب دي عشان تأدي مهمة الأعتاب دي سواء أي عتب أيا كان موجود عندنا ونتكلم على كل نوع باستفادة خدت بالك فأي عتب موجود عندي لازم عشان تعمله لازم تكون عندي رقم واحد تعال بصوا معا الشاشة كده بيقول لي أدوات السلامة والصحة المهنية كل مرة بنتكلم فيها واخدنا مادة كويسة جدا ومادة اسمها السلامة والصحة المهنية النهاردة عندنا مهمة جديدة فلازم نكون عارفين إيه هي أدوات السلامة والصحة المهنية طب يا أستاذ هو إحنا كل مرة هنتكلم عن أدوات السلامة والصحة المهنية أيوة ما أنت كل مرة من غير كلام في شغلك هتبقى بتتكلم عن بتعمل على طول وبتنفذ أدوات السلامة والصحة المهنية على طول على نفسك إزاي إيه هي أدوات السلامة والصحة المهنية بتاعتنا بقول لي أولا في أدوات السلامة والصحة المهنية مهمات الوقاية اللازمة كما تم التعرف عليها في المخرج السابق اللي هو مين اللي هو الأعمدة كانت زي إيه عندي أنت لازم تكون لابس الخوزة وكمان لازم تكون لابس الأفرول بتاعك وكمان لازم تكون لابس الجونتي والسفتي بتاعك بعد كده لما عرفنا كل الحاجات أو الأدوات المستخدمة في السلامة والصحة المهنية ليه بلبس الخوزة أصلا أنا ليه أساسا لبست الخوزة دي حتى أنا لو أنا شغال وزميلي شغال جنب مني مش ماسك العرق كويس أو مربطش العرق بتاعه كويس أو الآيم بتاعه وأوه هو ماشي لف شوية كده خبطني في دماغي إيه اللي هيحصل لو أنا مش لابس الخوزة ممكن أتعور ممكن يحصل لأي حاجة وضيع اليوم وضيع التقييم بتاعي ولو أنا شغال في شركة برة ممكن أضيع اليومية بتاعتي وكده أنا إيه أنا أهضرت مالي بإيدي ليه عشان خوزة أنا مش لابسها لكن لو لابس الخوزة الإصابة هتبقى بسيطة بسيطة جدا وممكن أعود شوية واستريح وفي الأخير أرجع تاني مفيش مشكلة طيب لو أنا مش لابس الجوانتي بتاعي ممكن إيدي تيجي فيها من الحديد أو المسمار أي شيء من الحاجات دي أو أنا شغال كده إيه دقق جت غلط أو بتاع جت على إيدي هتعمل لي مشكلة أو صابعي أو كلام من دوت هتعطلني برضو اليوم نفس الكلام عندي السفت بتاعي أحيانا كتير بيكون فيه إهمال في الطريق فيه مسمار واقع أو خشب فيها مسمار وأنا بفك كده نزلت رجلي جت عليها أو بتاع فالسفت ده بإذن الله بيحمي رجلي من الإيه من الصدمات دي كلها أو أي حاجة أيا كانت وبيسهل علي الحركة في وسط الإيه في وسط الشغل اللي أنا بكون بتحرك وقلبي جامد لأن عارف إن لو فيه أي حاجة جت تحت رجلي مش هيحصل حاجة معايا حتى ولو فيه شيء من الكهرباء مثلا أو بتاع لقدر الله بس أنا لازم أكون كل الحاجات دي عامل احتياطاتي من ناحيتها كمان الأفارول بتاعي لو مسمار أو أمطة مسكيتو أو بتاع فبتقطع أو بتبقى المشكلة فين في الأفارول لكن لو أنا لابس هدومي العادية بتعمل فيها إيه بتقطع الهدوم ما بعرفش أتحرك في شغلي طبعا وأنا مسافر أو أنا جاي من إيه جاي من بيتي ورايح شغلي أو رايح مدرستي فمش هينفع كمان لازم من ضمن أدوات السلامة والصحة المهنية يعني أنا أكون عارف فين مناطق الخطر فين مناطق الخطر بالنسبة للمكان اللي أنا هأدي فيه المهمة دي فيه طريق ما ينفعش أمشي فيه فيه طريق ينفع أمشي فيه فلازم يكون فيه علامات موجودة وكمان عندي يكون علامات إن ده مكان للكهربا فيه مثلا كابلات كهربا أو مواسير مية أو كلام من دوت لازم يكون واضح ولازم يكون فاصل حاجات الكهربا ومواسير المية يكون فاصل شغل الحاجات دي كلها لازم يكون عامل احتياطات يا إما مروحش ناحيتها خالص أو تكون مدرية جدا ومتغطية خالص طيب يا باش مهندس إيه اللي بعد كده أو إيه اللي المفروض أنا دلوقتي بأعمله بألتزم بأدوات السلام وأصحها المهنة دي وأبدأ إن أنا أشونها في مكانها كويس في المهمة اللي فاتت وأما أجيبها في المهمة دي أعمل فيها إيه أشوفها سليمة ينفع البسها ولا ما ينفعش البسها يمكن الخوزة الحزام الأمان بتاعها مش مزبوط يمكن الأفرول بتاعي فيه مشكلة أو مقطوعة وكلام من دوت شكلي يبقى وحش قدام الناس وإنت بتتصور كمان في التقييم مش هينفع التقييم وتبقى غير جدير بعد كمان السفت بتاعي لو فيه مشكلة الرباط بتاعه أو أي حاجة الحزام بتاعه لازم أزبط كل الحاجات دي وكمان ما تكلمش مع زميلي وأنا برص العدة أو أنا بشون الشغل بتاعي أو أنا بجمع الخمات وأنا بتكلم مع له وسيهيت إيه اللي يحصل لي لو خدتني غفوة كده في الكلام ولا بتاع وزميلي جنب مني أو أنا بدي له حاجة ممكن أخبطه يا هو يخبطني فمش هينفع يعوّره يا هو يعوّرني فمش هينفع الكلام أثناء الشغل في الشغل فقط لغير كلامي يكون في المهمة اللي أنا بقى إيه اللي أنا بقى إديها تعال نشوف بعد كده المهمة بتاعت آه بيقول لي تاني حاجة أنا لازم أكون عندي العدد والأدوات المستعملة في أعمال الشدات والفرم الخشبية للأعتاب زي ما احنا تعرفنا عليها بالضبط في المخرجات الايه السابقة قلنا في الأخشاب بتاعتنا أو نجار المسلح بتاعنا له عدة ايه هي العدة بتاعنا نجار المسلح المطرأة أو الأدوم المطرأة عشان أعرف أخلع بها المسمار والأدوم هو هو زي المطرأة بالضبط ما فيش أي مشكلة تمام كده فكمان لازم يكون لو ما عنديش مطرأة تقيلة أدوء بها الأمط يبقى عندي حاجة اسمها شاكوش اللي هو في الخرصانة أو في أعمال الخرصانة عندنا اسمه شاكوش بايه شاكوش ببيضة كويس ده تقيل بسبت به الأمط كويس كويس كده طيب إيه اللي بعد كده هندسة إن أنا يكون معايا الخريطة بتاعتي تكون تشير المسمار بتاعي بعد كده عندي كمان المتر المتر اللي هو الشريط الشريط بتاعي لازم يكون موجود معايا وكمان أشوف كمان العدة بتاعت دي وأبدأ أصينها وأنا أصينها أول ما أخدها من الدولاب بتاعها أو من التشوين بتاعها وأنا أخلص أشوينها كويس وأصينها برضه قبل ما شوينها أبدأ أصينها أصينها برضه نفس الكلام تمام تعالا بقى نشوف إيه الحاجة اللي هو جب آه تالت حاجة الخامات المستخدمة في تنفيذ الأعتاب بيقول لي الخامات المستخدمة في تنفيذ الأعتاب دي العروق والأخشاب بتاعتنا اللي هي خشب الخشب الفليري والخشب المسكي والخشب اللتزانة إحنا كلنا عارفين إيه هي أو إيه هو الخشب اللتزانة بيكون قطاعاته كام واحد بوصة فاربع واحد بوصة فخمسة واحد بوصة فستة ده قطاعات خشب اللي هي خشب اللي تزانها هندسة طيب قطاعات خشب الفليري قطاعات خشب الفليري تلاتة فتلاتة بوصة واربعة فاربعة بوصة وخمسة فخمسة بوصة طب الكتاب يا أستاذ اللي احنا كتبينه ومش موجود فيه تلاتة فتلاتة بوصة اللي هو سبعة ونص في سبعة ونص أيوة مواده موجود في السوق عندك فلازم تكون عارفه حتى لو ملتهاش في الكتاب النهاردة ممكن ينزل المادة بتاعتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ما فيش النهاردة كتب للجدرات للمواد الفنية انت بتبحث وتدور زي ما انت عايز على الجديد كله في مادتك اللي انت بتأديها لازم تدور فيما انت راجل في الجدرات شغل الجدرات كله متركز زي ما قلنا في الاول خالص في سنة اولى قلنا ان هو متركز على مين على المدرس ولا الطالب زمان كان متركز شغلي المحور الوحيد بتاعه المدرس اما النهاردة المحور الوحيد بتاع شغلي النهاردة في الجدرات اللي هو الطالب المدرس بيوجهك للصح وانت بتبحث تشوف ايه الجديد النهاردة عندي العرق الفليري اللي هو 3 في 3 بوصة اللي هو 7.5 في 7.5 ده اكتر حاجة متدولة في السوق ليه ما تعرفوش لازم اكون عارف كل القطاعات اللي عندي يبقى 3 في 3 بوصة و4 في 4 بوصة و5 في 5 بوصة دي قطاعات خشب الايه الفليري بالاطوال اللي انت كمان ايه اللي انت عايزها اي اطوال موجودة عندي مبيش اي مشكلة في السوق وكمان بجيب الاطوال اللي انا عايزها في المهمة بتاعتي طيب قطاعات خشب المسكي 2 في 4 و2 في 5 و2 في 6 بوصة هي زي الفل كده وهي مأساتها اللي انا باستخدمها هي دي زي ما انا باستخدمها كده اللي هي 5 في 10 و5 في كام و5 في 12 ونص و5 في 15 وكمان انا دلوقتي عايز اتعرف واحدة واحدة كده التمرين بتاعي الخامات اللي انا هستخدمها ايه هي ليه لو انا معرفتش القطاعات دي وانواع الاخشب دي مش هعرف اجيبي ليه اجيب الخامات المستخدمة فين في المهمة بتاعتي تبقى انت دلوقتي لو راجل شغال في السوق راجل صنايعي مثلا نجار او فني في مشروع لازم تكون عارف المهمة دي هتتقدى بخشب قد ايه وهاجمع لها عروق قد ايه ولتزنى قد ايه ومسكة قد ايه وإلا يبقى انت كده الدنيا هتتلخبط معاك لو جبت عروق زيادة او نقصة فهتبقى مشكلة زيادة هتبقى مشكلة تلخبط للدنيا وكمان لو هي نقصة هتبقى مشكلة وهضيع يومي عشان اروح اجيب عروق تاني او اجيب خشب تاني او كلام من دول خلي بالك بيقول لي ايه بقى اول حاجة انا عايزها في المهمة بتاعتي دي عروق من خشب الايه من خشب الفليري بستخدمها في ايه العروق دي زي ما انت شايف كده قدامك بيقول لي القوائم والجسور والبيانضات والانهزة يبقى المهمة بتاعتي دي بستخدم العروق بتاعتي فيها وليها اسماء والاسماء بتاعتها مهمة جدا الايه القوائم القوائم بتاعتي بقول دي من خشب الفليري بتبقى اي مواقف كده وهنشتغل مع بعض دلوقت وهنعرف بيتشكل ازاي وبيشتغل ازاي وكمان عندي حاجة اسمها جسور وحاجة اسمها بيانضات واحنا عرفنا في سنة اولى في سنة في اول السنة في الاعمدة وقلنا العرق ايه هو وحنا في سنة اولى في الخامات عرفنا ايه هي العروق بتستخدم في ايه بالزبط وان القوائم والايه والجسور والبيانضات وعرفنا الفرق بين الجسر والايه والبانضة الجسر بيربط بين قائمين والبيانضة بتربط بين اكتر من قائمين يعني بداية من ثلاثة وانت طالع طيب يا استاذ ايه تاني كمان المهمة بتاعت دي اللي هي الاعتاب بستخدم فيها الانهزة بقوي الشدة بتاعتي الخشبية بالانهزة طيب يا استاذ ده انت قلت الحاجات اللي بتستخدم فين اللي بتستخدم في التأفيصة كل الحاجات دي هي تكوين التأفيصة بتاعت اللي انا هشتغلها تكويني لايه التأفيصة بتاعتي طيب والتأفيصة دي مهمتها ايه التأفيصة دي اهم شيء في الايه في التمرين بتاعي ولو هي دي طلعنا بيها النهاردة في الحلقة دي بقى زي الفل ان انت ازاي تعمل التأفيصة بتاعتك ممكن يجيلك في سنة تالتة تشتغل لوحدك فلازم تعمل التأفيصة ازاي لوحدك والتأفيصة بتاعتي بتبقى من خشب الفليري اما الامتة اغير اسمها لما دخل فيها اخشاب تانية زي اللتزانة والموسكي تبقى اسمها ايه باش مهندس اسمها شدة خشبية كاملة حلو كده نرجع تاني نقول النهيز بيعمل على تقوية ومتانة الشدة الخشبية او تقوية ومتانة الايه التأفيصة طيب عندي جايب لي نوع تاني من انواع الايه الخشب بتاعي بيقول لي خشب بونتي بستخدمه في التمرين بتاعي دوة فرشة اسفل الايه اسفل الاواين الخشب البونتي ده بيكون عرضه كبير شوية اللي هو الصناعي بيقف عليه في السقلات وكده عشان عريض بيكون تلاتين سنتي وخمسة عشرين سنتي وخمسة وتلاتين واربعين ففي الحالة دي اللوح ده بيبقى عريض بحط عليه الايم اللي انا بشتغل فيه في المهمة بتاعتي دي عشان الايم ما يغرزش فين ما يغرزش في الرملة اسناء الايه الشغل ويعمل لي مقاسات مش مزبوطة لو انا خدت المقاسات بتاعتي اسناء الشغل واسناء الصب لو هبط الايم ده في الرملة او في الارض بتاعتي ما ينفعش فبس تخدم له تحت منه فرشة من خشب الايه من خشب البنطي وكمان عندي بيستخدم هنا على الشاشة عندك ايه فضلات لتزانة بتبقى اسمها ايه اسمها ضفضعة وعرضة فضلات اللتزانة دي ممكن تبقى حتة صغيرة اساير صغيرة للايه من خشب اللتزانة ممكن تبقى فضلات صغيرة يعني لوح مقسوم نصين ومتقطع حتة كده يعني طفش صغير طفش حتة كده ملهاش ايه يعني راس ولا ليها يعني مش مربعة كويس او مش متزبطة كويس بس جامدة ومتينة اسمها خشب كسر ايه خشب كسر صالح بستخدمها في العوارض وبستخدمها في العوارض اللي هي بتاع اللجناب بعمل منها اللجناب وكمان بستخدمها في الضفاضع تحت العرقات وتحت الايه الطابق العلوي من الايه من التقفيصة اللي هو الجسور والبيانضات بتاعتنا طيب تعالا نشوف ايه تاني كده جاي بهولي اه بيقول لي عندي خشب مهم جدا نوعين تانيين مهمين جدا خشب موسكي وخشب لتزانة بيقول لي الخشب الموسكي ده بستخدمه تطريح وعرقات وخشب لتزانة الواح جنب وطبالي الجوانب طيب خشب الموسكي ده في الحالة دي او في شغلتي دي بستخدمه فين في الايه العرقات وكمان التطريح اللي فوق الايه اللي فوق العرقات احنا عارفين تعريف العرق العرق بيثبت على الايه بيثبت على القوائم برافو عليك وبيكون المسافة بتاعته من ثمانين لمتر او متر وعشرين ايا كان حسب بين الايم والايم وبيتثبت على الاوائم بمنسوب معين لتثبيت عليه من التطريح تطريح ايه قاع العتب بتاعي اللي هو المهمة بتاعت النهاردة تعريفه احنا عارفينه من زمان بيتثبت عليه قاع العتب وقاع الكاميرات وتطبيق الاسقف حلو كده طيب ايه هي التطريح بقى التطريح دي بتتثبت من خشب طبعا الموسكي وعرفنا قطعاته اتنين في خمسة وبتثبت على مين على العرق برافو عليك بتثبت على العرق وبتكون مسافتها كل خمسين سنتي مسافة ايه محورية تقريبا يعني بتمشي مع العرضة وبتثبت اسفل قاع ايه اسفل قاع العتب بتاعي يعني اكيد بيتثبت عليها مين القاع بتاع العتب طيب تعال نبص على النوع التاني للخشب بتاعي اللي هو اللتزانة بقول لي اللتزانة ده او التي زانة بيستخدم في الواح قاع الايه العتب برافو عليك طبعا للجوانب كمان بتستخدم من خشب الايه اللتزانة طبعا للجوانب العتب ده بيستخدم من خشب اللتزانة وكمان عندي حاجة مهمة جدا اللي هو لوح الداير لو عندي لوح داير للعتب اللي هو زورف رفا علوية بيبقى في حاجة اسمها لوح داير وفي حاجة اسمها لوح لوح زن كمان من خشب الاتزانة برضو حلو كده لوح الزن وفي عرق صناعي هنعمله في الشدات او في التمرين اللي هو الاعتاب زرفرفة عندي او العتب المراية كويس طيب النهاردة انا بستخدم عرفنا استخدامات الاخشاب عرفنا قطاعات الاخشاب عرفنا الاخشاب المطلوبة عندي والخامات اللي موجودة عندي وجهزناها عندنا طيب او استاذ في حاجة تاني اه بيقول انت بتستخدم خريطة للمسمار وكمان بتستخدم مسمار ايه مسمار باصة وبتستخدم كمان ايه امط بستخدم خريطة ليه للمسمار زي ما قلنا في الاول بحط فيها المسمار بتاعي واربطها على جنب وابدأ تسهلي ان انا اكون المسمار بتاعي في الجيب بتاع الخريطة ده واخد المسمار بتاعي بحيث ان هو ما يتبهدلش مني وما يتنطورش ويكون يسهل علي الحركة في الشغل وكمان بسبت على الخريطة دي المطرقة بتاعتي ويكون مكان فيها للمتر بتاعي بحيث عدتي تفضل في جيبي ما تضعش مني ما تروحش في مكان معين وعسيبها وانساها او كلام من دوت طيب كمان عندي المسمار اسمه مسمار باصة ده لاغنى عنه طبعا في استخدامي وشغلي في التمرين بتاعي بسبت به الجوانب بسبت به لايه العرقات لو انا شغال بره بتلاقي العرقات بتاعتنا بتبقى من خشب لتزانة طبعا وبره شغل الشركات ببره بتبقى كلها خشب لتزانة في ايه لتزانة في في الليري اللي هو قطاعه ثلاثة في ثلاثة بوصة كويس فمن هنا مما نبص ما جاقول ايش التقفيصة بتاعتنا او الشدة بتتعمل من عرق في الليري وموسكي ولتزانة تيجي بره تبصت لها لتزانة وفي الليري فقط لغير ما فيش مشكلة على اساس ان هو بيستخدم اكتر حاجة عنده المصامير بس برضه بيستخدم القمط لربط الايه العروق في بعضها كمان عندي العروق بستخدمها لربط الايه لربط الاوايم والاوايم في الايه في الجسور والبيانضات بتاعتنا هو بيقول لي النهاردة عايز تقدق المهمة بتاعتك دي وتعمل لي شدة خشبية للايه للتمرين اللي جاي دوت اسمه ايه هندسة دوت تمرين عتب ايه عتب مستقيم ده بالنسبة للايه للمعماري بتاعه تعال اوص على الداتا بتاعتنا كده نحاول نرسمه مع بعض زي ما هو مرسوم هو ده بالنسبة للعتب بتاعي مصقة ايه مصقة افقي ومصقة ايه جانبي ومصقة رأسي هو عاملي او مديني على اه الشاشة مديني لايه المصقة اه رأسي والمصقة الايه الجانبي تعال احنا هنحاول نشتغلها مع بعض كده نقول اه دي المصقة الافق بتاعي بالنسبة للعتب ايه المصقة الافق بيظهر لي فيه ايه بقى ايوه عايز الناس تشتغل معايا كده ايوه كده اسأل اسأل واستشير زي ما بيقوله كده لازم اعرف مهمتي دي بقى اشتغلها ازاي ومأساتها ايه ده ميم يعني مصقة افقي ميم معماري مأساته بتكون بيظهر فيها كامل مصقة الافقي بيظهر فيها العرض والايه والطول الطول والعرض او العرض والطول بيكون كامي هندسة ها بيكون عندي العتب بل يكن خمسة وايه خمسة وعشرين خمسة وok خمسة وعشرين سنتي عرضو 25 طوله كام يا هندسة ايوه طوله كام الطول مثلا هو مدهولي 2 متر كويس طب اقدر اطلع منه المسقط الرأسي اه ما هو المسقط الرأسي بيظهر فيه الارتفاع اهو والايه والطول ارتفاع والايه والطول بتاع التمرين ادي الارتفاع اهو و ادي الارتفاع التاني بس بأسقط عليه بيكون اسقاط عندي و ادي الطول بتاعه ماشي مع طول مين مع طول العتب بتاعي اللي هو الافق طيب المقاس اللي بتكتب عليه ايه الارتفاع اللي ناقص عندي ادي الارتفاع اهو ماشي هندسة كده بيقول لي ايه ارتفاعه 40 سنتي مثلا 40 سنتي حلو 40 سنتي كويس وكمان الطول بتاعي ظاهر بيظهر عندي بيبقى كام اتنين ايه اتنين متر طيب ايه الجانبي بقى بيظهر فيه ايه بيظهر فيه ال ها ايوه الارتفاع والايه والعرض لو جيت ابص كده لقى العرض بتاعي اهو ظاهر اللي هو بيتفق مع مين مع الافقي اللي هو العرض والارتفاع بيتفق مع مين مع الراسي كويس ده يبقى ميم جانبي معمري كويس يبقى بالنسبة للمساخك بتاعتي ازاي اعرف ارسمها وازاي اعرف اعملها واسقاط مين على مين لازم تكون حضرتك عارف ترسم الرسمة لي ازاي عشان تعرف تبص في لوحتك اللي المدرس هدهالك او المدرس بتاعك هدهالك وكمان لو انت في مشروع برا تقدر ان انت تقرى اللوحة بتاعتك تقرى اللوحة بتاعتي ومقاساتي طول فين والعرض فين لما بص في الوجهة اشوف ايه وما بص في المسخة الافقي باشوف ايه والمسخة الرأسي سواء وجهة جانبية او وجهة رأسية اشوف ايه بالزبط عندي وابدأ احدد المهمة اللي انا عايز طب تعالي هندسة كده عايزين العتب ده بص معي على الداتا تاني كده العتب ده لو جيت ابص عليه واقول اه يعني انا عايز اعرف العتب ده اقدر استخدمه او اقدر اجيب تكعيبه ازاي لو خرصانة مثلا قلنا العتب بتاعي اهو الارتفاع بتاعه 30 او 40 سنتي زي ما قال تمام والعرض خمسة و ايه خمسة وعشرين اهو انا عايز اكعبه التكعيب بتاعي باش مهندس ان انا اضرب الطول في العرض في الارتفاع الطول في العرض في الايه في الارتفاع الطول كام قال لي 2 متر ما فيش مشكلة في العرض كام هم باش مهندسة وعشرين فيش اي مشكل فيه ها الطول في العرض في الايه في الارتفاع كام قال لي 40 فيش مشكلة تضرب ده في ده في ده بيطلع لي ناتج معين للإيه للكمر للإيه للعتب الواحد طب لو انا عندي عتبين او تلاتة او اربعة بأضرب القيمة اللي طلعت من هنا في ايه العدد اللي موجود عندي يبقى بأضرب القيمة اللي طلعت من هنا للعتب الواحد ده لو انا عندي اتنين او تلاتة او اربعة اضربها في العدد اللي موجود اطلع الايه الكمية الكلية اطلع الكمية الايه الكلية للايه للمنشأ اللي عندي طيب أنا عايز يا هندسة بعد ما طلعت الكمية اللي عندي وليكن واحد متر مسر طلع عندي الكمية واحد متر للأعتاب اللي موجود عندي أو الأعتاب اللي موجودة عندي طيب أنا عايز أعرف أجب لها أسمنتة قدي إيه ورملة قدي إيه وإيه وسنة قدي أو زلط طيب تعال نرجع للقانون بتاعنا اللي احنا واخدينه من زمان قانون الكميات إيه هي الكميات أنا عندي أولا الكمية مثلا وليكن واحد متر واحد إيه واحد متر هذه الكمية اللي موجودة عندي دي اللي هشتغل إيه عليها ده مثال طيب الكميات اللي موجودة عندي رمل وزلط وأسمنت بص في اللوحة ده طبيعي بيبقى كام أربعة من إيه من عشرة اللي هو الرمل وده اللي هو الزلط بيبقى كام تمام تمانين من مية أو تمانية من عشرة برافو عليك ودي أربعين في المية من مية أو أربعة من إيه أربعة من عشرة تمام الأسمنت بقى حسب ما يدهولي في الرسم الداني طبعا ده خرصانة مسلحة متقلش عن تلتمية الداني تلتمية في المتر تلتمية كيلو جرام في المتر ماشي الداني تلتمية وخمسين ما فيش أي مشكلة يبقى أنا في الحالة دي هعمل ايه هجيب المتر ده واضربه في كل الايه في كل اللي موجود عندي ده دي قانون دي قاعدة بامشي عليها حلو يبقى أنا عارف الكميات للمتر المكعب الواحد باستخدم له أربعين رمل واربعة وتمانية من عشرة زلط وباستخدم له تلتمية لتلتمية وخمسين أو ربعمية ربعمية كيلو جرام أو تلتمية وخمسين كيلو ايه جرام هو الدهالي في الرسمة بتاعتي تلتمية وخمسين كيلو جرام بقى مجايب المتر الكمية بتاعتي الكلية اللي موجودة عشان عارف هجيب له رمل قد ايه للمنشأ بتاعي وهو الايه الاربعين اللي هي الاربعة من عشرة فين في واحد في واحد متر واحد ايه متر تمام والزلط في واحد ايه واحد متر بتساوي والاسمنت في كام في واحد متر الكمية الكلية اللي موجودة عندي هتديني كام رملة واستاذ يبقى انت هتجيب كام رملة اه اربعين من مية متر وهنا زلط هتجيب كام هم تمانين من مية متر حلو هتجيب كام اسمنت تلتمية وخمسين كيلو جرام اسمنت وهتيجي تحولها لشكاير هتبقى كام شكارة هتبقى سبع سبعة شكارة ماشي هندسة يبقى انا كده عرفت اجيب الكميات بتاعتي عرفت ازبط حالي واعرف ان انا عايز قد ايه اسمنت عايز قد ايه رمل عايز قد ايه يعني خماتي كلها موجودة دنيتي كلها زبطتها وكمان عرفت احسب كميات الخمات اللي انا هصب بيها الايه الشغل بتاعي او المهمة بتاعت دي طيب انا عايز بقى اعرف اعمل الايه الشدة بتاعتي او الشدة الخشبية بتاعتي تعال ابص تاني على الدياتا كده نشوف احنا نعمل الشدة الخشبية بتاعتنا ازاي هنرسمها من الايه من الاخر لغاية ما ننزل تحت واحدة واحدة عشان هنعمل التأفيصة مع بعض دلوقتي برضو واحدة واحدة عشان تعملها لوحدك خليك معايا كده بص يا هندسة لما اجي اقول ايه الايه لو انا جيت اقول هارسم العتب ده بقول على طول بيكون له جنب زي كده عشان احمل خرصانة زي كده بيكون بيكون له جنب زي ده كده اهو تمام يا هندسة بيكون كام لوح ارتفاعه كام اربعين يبقى دي لوح اتنين تلاتة اربعة الواح طب ارتفاع الاربعين ده مش بيكون عندي هنا في لوح اسمه لوح اع لوحين دول خمسة وعشرين يعني اتناشر ونص واثناشر ونص كويس اللوحين دول اسمهم لوح ايه قاع لوح ايه قاع ده اسمه لوح ايه جنب كويس ده جنب تاني طيب شكل الجنب ده هندسة بحطه ازاي لوح الاع متسبت اكيد على مين على الايه ايوه على التطريحة برافو عليك الناس صحية معايا والدنيا زي الفل اهي يبقى لوح القاع متسبت على مين على التطريحة بتاعتي والتطريحة كمان متسبت على مين على العرق بتاعي اهو والعرق متسبت على مين ايوه على الايم بتاعي اللي هو ده والقايم الخارجي التاني بقى دي العرق بتاعي اهو ماشي يا شباب طيب نرجع تاني للجنب بتاعنا نرجع تاني للجنب بتاعنا عشان هنعمل التقفيصة مع بعض دلوقتي الجنب ده لما جا سبته ارتفاعه كام مش قلنا اربعين ايو قلنا وساز اربعين طيب كام لوح اربعة الواح كامل لاربعة الواح عشرات ولا اتناشر ولا كام يبقى لوح عشرة تلتة الواح عشرات كويس ولوح اتناشر سنت ونص طيب الاثناشر سنت ونص دول يا استاذ هيبقى الدين اتنين واربعين سنت ونص الاثنين واربعين سنت ونص فيه اتنين سنت ونص زيادة ما انا هسبتهم فين هاسبتوا على الايه على التطريح على طول فاتنين سنت ونص هيروحوا مع لوح الايه القاع عشان يديني الخرصانة بتاعتي ايه الخرصانة بتاعتي دي مزبوطة المسافة بتاعتها خمسة وعشرين في أربعين سليمة لأننا مسبت لوح القاع كام أيوة مسبت لوح القاع لوحين اتناشر يعني خمسة وعشرين سنتي صافي فبالتالي لازم أنزل اللوح بتاعي طيب الجنب ده هندسة الجنب ده متسبت بإيه متسبت بالزبط كده بالإيه بالعرضة إيه دي العرضة بتاعتي موجودة وراء الجنب أهي نفس القصة هنا وبطبعا ما بتكونش ظهرة لأنا بتكون ظاهر السيف بتاعتها ما بتكونش السكة بتاعتها ظهرة والتهشير بتاعتها ما بتكونش ظاهر طيب العرضة دي والجنب ده الجنب ده بسبته فين يا هندسة العرضة دي بسبتها كل خمسين سنتي يعني على التطريح على طول طيب بتكون سليمة من ناحية الجنب من هنا لو عايزة طيارها طيارها من فوق لو طويلة عندي طيب هي مش طويلة يا أستاذ بتحكم على الجنب وخلاص طيب أنا بسبت الجنب إزاي بحطه كده وسبته بالمسمار في لوح القعوة وخلاص لا هو بيجي من وراء حاجة اسمها لوح إيه لوح زن لوح الزن إيه ده يا هندسة أهو من وراء الجنب على طول بيكون متسبت على التطريح ليه لوح زن يعني إيه لوح زن يعني إيه لوح زن إيه هندسة يعني لوح بيزنق الجنب من تحت بيزنقه مع مين؟ مع لوح القاع اللي موجود عندي ده وكمان الناحية التانية بيجي يديني لوح زن تاني أهو بيزنق لإيه؟ بيزنق الجنب من تحت يعني أنا قويت لإيه الجنب من تحت كده أستاذ آه قويت الجنب من تحت كده وبقى تمام التمام طب من فوق لسه الجنب سايب أقويه بإيه بقى؟ أدي له لوح اسمه لوح مراية وبسميه في السوق لوح مراية وبسميه عشان إنه هو ملوش مسافة محددة بسميه لوح مراية أو بسميه لوح تدكيم لوح إيه؟ تدكيم لوح تدكيم حلو؟ يبقى بسبت اللوح ده عشان أعمل عليه إيه؟ أعمل عليه دوكم طب هعمل الدوكم وخلاص؟ لأ بسبت لوح تاني من الموسكي بعمله زي عرق كده وأسبت عليه الإيه؟ الدوكمة بتاعتنا اللي هي بتنهي معايا شغلي وتثبيت الإيه؟ وتثبيت الجنب حلو كده يبقى ده لوح مراية وده عرق مسكي عرق إيه؟ عرق مسكي طيب هندسة كده يبقى أنا سبتت اللي أنا سبتت هنا هسبته فين؟ هسبته الناحية التانية عادي خالص اللي هو العرق ولوحي الإيه؟ ودي الدوكمة بتاعتنا يبقى كده أنا خلصت شغلي وخلصت التقفيصة الشغل بتاعي الشدة الخشبية بتاعتي من فوق طبعا أنا هنعمل دلوقتي ونشتغل مع بعض الشدة الخشبية بتاعتنا بس أنا أقول لك الأول نكون العدة بتاعتنا ازاي؟ تعال نبص للتمرين بتاعنا كده لما جاء أشتغله قادي عرقه بيكون عندي حيطة بيكون عندي في البداية حيطة من ناحية دي اللي فتحة الباب أو فتحة الشباك أو أي فتحة أي كانت يكون عندي حيطة من ناحية دي وحيطة من ناحية دي وعايز أعمل يعني عتب للباب ده أو للدخلة دي المدخل دوا عايز أعمل له إيه؟ عتب في الحالة دي يكون عندي حيطة النحية دي وحيطة النحية دي يا عمود النحية دي وعمود النحية دي جاهزين وأنا بين اللي اتنين بعمل الشدة الخشبية بتاعت طيب الشدة دي محتاجة إيه يا هندسة؟ محتاجة أدي أول حاجة العروق الفليري هذه العروق الفليري اللي هي اللي هي عندي القوائم ودي عندي كمان محتاجة البيانضات والجسور والجسور بتاعتي موجودة عندي اهي تمام باجي انا اخد من العروق بتاعتي دي اعمل البيانضات بتاعتنا حلو ادي بص كده على الشغل بتاعي ارجع لي كده على الشغل بعد اذنك عشان تشوف الشغل ماشي ازاي بص يا ندس ايوه ظهر عندك جدا اهي ما شاء الله اهي وظبط العرق بتاعي اظبط العرق بتاعي بين العرق والعرق اللي هو اسمه ايه بقى العرق ده ده عرق فالليلي فعلا بس ليه اسم قبل ما اعمل اي حاجة لازم اكون عارف انا بعمل ايه بعمل ايه� العرق ده اسمه بيانضة البيانضة للبينضة عارفين المقاس بين البيانضة للبيانضة كام يبقى انا ثبت ده في مكانه مظبوط اجيب المتر بتاعي واقوم شده واسبت البيانضة التانية حلو كده يبقى انا خدت البيانضة دي في مسافات مظبوطة بينها وبين البيانضة التانية اسمها بيانضة طولية من خشب البيانضة من خشب الفليري هتسبت معايا كم قايم تلت قوايم اقل حاجة هتبقى تلت قوايم التلت قوايم دول هتسبتوا عندي على جسور على جسور اول جسر بيكون زي ما حاضرتك شايف كده عند الحيطة من ناحية دي وادي جسر الاخير عند الحيطة من الناحية دي اهو كويس وانصف المسافات اللي في النص بقى اشوفها محتاجة كام جسر بالزبط وابدأ ان انا ايه وابدأ ان انا اشتغل يا امتا ااخد مقاسات محورية من الجسر للجسر من الجسر للجسر بس دي يستحسن اسبت في الاول جسر وفي الاخر الجسر وفي النص اجي اسبت الجسر التاني اللي هو اللي هو في النص ده ووسطا مسافة بتاعته ممكن ياخد معايا جسرين تاني المسافة بين الجسر الاولاني والاخير لان المسافة محكومة من الاول ومحكومة من الاخر فببدأ اسبت الجسر الاولاني والجسر الاولاني والجسر الاخير طيب يا هندسة انا بسبت الجسر الاولاني والجسر الاخير ها على ايه بسبتهم على البيانضة دي والجسر طبعا بيمسك ايمين هيمسك ايم من هنا وايم من هنا وكمان البيانضة بتمسك تلت ايه تلت اوائم عندي طيب بسبت الجسر على الايه على البيانضة زي ما حضرتك شايف كده طيب اللي بعد كده بقوم جايب الايه جايب الاوائم بقى او مسبت ايم من الناحية دي اهو وابدأ اسبت الاوائم بتاعتي بتكون الاوائم خارجية بتكون الاوائم خارجية خارج ايه خارج منطقة الايه منطقة الشغل تعال نبص مع بعض عشان نبدأ نعمل النموذج بتاعنا اهو كده انا مسبتلك الايم اهو هنبدأ نسبت فيه عايزك انت برضو تكون عندك خبرة الايه خبرة تثبيت النمازج بحيث ان انت لو يعني عايز تفهم تمرين كويس قوي عايز تفهم تمرين كويس قوي اعمل له نموذج وده افضل ايه افضل حاجة عايز تفهم تمرين كويس اعمل له نموذج هي يعني تفهم التمرين كويس جدا وهيفيدك كويس جدا في ايه في شغلك فده نموذج احنا بنعمله يريد يريد كل الناس تتعلم ازاي تأدي النموذج او تأدي المهمة بتاعتنا على شغل عادي وكمان ايه وكمان نموذج دي حتة مهمة جدا جدا مع اللي عايز يستفيد فعلا اهي سبت النموذج بتاعي طبعا النموذج سوير انت لو جدت تسبته في الطبيعة ما بيتعبكش زي ما انت بتسبت مين زي ما بتسبت نموذج ايه اللي انا بسبته ده دلوقتي اللي انا بسبته ده الجسر الجسر بتاعي وبيكون من خشب الايه من خشب برافو عليك الفليري خشب الفليري وبيسبت ايه هندسة ها بيمسك الايم ويمسك البياند برافو عليك وبتسبت فيه كمان جسر اهو الجسر الاخير طبعا زي ما احنا عارفين كل الجسور من خشب الايه من خشب الفليري برافو عليك لو قطعه كام ايه و3 في 3 بوصة و4 في 4 بوصة ممتاز الناس صحية معايا واحنا شغالين واهم حاجة ازاي اسبت الايه اسبت طبعا الجسر السفلي بيتسبت في البياندة بالايه بامطة اسمها امطة غرز تمام كده وكمان بيتسبت في الايه في الايم بتاعي اهو بتسبت في الايم بتاعي بامطة عادية بس اهم حاجة هندسة وانت بتسبته يكون السلاح بتاع الجسر اللي هيتسبت في القمط في السلاح بتاع البياندة بتاع الامطة معلش الامطة اللي هيتسبت في الايه في الجسر والايم يكون فين يكون جوه الشغل بحيس محدش معدي يقوم يتصاب ويكون انا سبب في اصابة العامل ده او ممكن اكون السبب في اصابتي انا شخصيا كويس طيب هندسة لسه ناقص عندي مين بقى لسه ناقص عندي ايوة الايه الايم اللي في النص اهو بجيب الايم اللي في النص او ام ثبته مع مين دراف عليك مع البياندة وكون واخدله للايه المسافة بتاعتم احنا خدنا الايم الاولان وخدنا الايم الاخير لمي saw استاذ خدنا الايم الاولان وخدنا بقى الايم الاخير عشان احنا قلنا المسافة محكومة ولكن المفروض انا باخد بقيس والصح ده صح وده صح طالما بتطلع بتديني النتيجة في الاخر والقوايم بتاعتي بتكون مقابلة لبعضيها مزبوطة تمام فيش اي مشكلة خالص طبعا النموذج احنا بنسبته بالايه بنسبته زي ما حاضرتك شايف كده بالايه بالدباسة بحيس ان ده نموذج لكن الشغل كله بيكون بالايه هندسة بالقمط هل الكلام ده الشغل ده ممكن ياخد معاك مسلا اه يعني ساعة زي ما احنا شغالين كده وخلاص لا ده هو في الطبيعة بياخد اكتر من كده بكتير لان انت لازم تأدي المهمة بتاعتك مزبوط لازم تأدي مهمتك ايه مهمتك مزبوطة مية في المية تمام يبقى عندي سبت الجسور الجسور السفلية والبيانضات السفلية كويس بابدأ اسبت الاوايم زي ما حاضرتك شايف كده بالزبط سبت الاوايم مع الجسور والبيانضات بالقمط بتاعتي بابدأ اعمل ايه وانا بسبت الاوايم لازم اشوف الاوايم بتاعتي دي عدلة ولا مش عدلة مزبوطة المسافة بينها وبين الايم التاني ولا مش مزبوطة كويس على استقامة واحدة مع يعني الشغلانة بتاعتي مزبوطة دلوقتي على استقامة واحدة ولا مش مزبوطة تمام ادي عندي التقفيصة خلصت اهي زي ما حاضرتك شايف بالزبط اهي ابدأ جبها لك على حسب ما تشوفها او حسب ما الكاميرا جايبها لك اهي ياريت نجيبها على الشغل مزبوط كويس تمام اهي هندسة طيب واحد يقول لي بقى التقفيصة بتاعتي نقصة ايه ها ها عايز حد يقول لي التقفيصة بتاعتي دي نقصة ايه انا برجع طبعا على المسافات بتاعتي وهنعيدها تاني دلوقتي وهنعيد شغلنا كله تاني دلوقتي كل شوية برجع على شغلي عشان ايه عشان لو في حاجة مش مزبوطة ابدأ ازبطها لو في حاجة يعني جسر او بيانضة هبتت شوية ابدأ ازبطها كمان بديها حاجة اسمها ايه دفضاعة من تحت الجسور والبيانضات او من تحت البيانضة الطولية على طول وخلاص ما فيش اي مشكلة طب التقفيصة انا سبتت الطابق العلوي وسبتت القوائم وسبتت مين ها برافع عليك الطابق العلوي يبا سبتت الطابق السفلي اهو ظاهر عندي اهو كويس من بيانضات وسبتت عليهم الجسور وبعد كده سبتت الاوائم بتاعتي كلها على استقامة واحدة والمقاسات المطلوبة اللي انا عايزها والارتفاعات اللي انا عايزها طيب ايه تاني يا استاذ سبتت الطابق الايه باخد منسوبة من الارض وسبت عليه وسبت عليه الايه اسبت عليه الطابق العلوي بحيث ايه هو منسوب الطابق العلوي يا استاذ منسوب الطابق العلوي للجسور والبيانضات بتاعي يسمح لي ان انا اعدي لمين اعدي اروح واجي للعامل بتاعي يسمح للعمال يعدوا ويروحوا ييجوا في الاماكن بتاعتي او في المحيط الشغل بتاعي ماينفعش ان انا اعمله مثلا متر او انت في شغلك في المدرسة او في الورشة بتاعتك بتعمله بارتفاع بسيط متر او متر وعشرين بحيث ان انت عندك بتقدي مهمة عادية ما فيش مشكلة خالص طب انا لو عملت متر او متر وعشرين مش هيسمح لحد يعدي من تحتيه ولكن الطابق العلوي للبرندات اسمها برندات برا او بيانضات عندنا للبيانضات والجسور بتبقى ايه على ارتفاع لا يقل عن متر وتمانين متر ايه وتمانين لا عملتها متر او متر وعشرين هتمشي ولكن هتقف عليها هتشتغل عليها من فوق لكن مش هتسمح لحد يعدي يروح او ييجي لكن هتقدي المهمة هتقدي المهمة ما فيش اي مشكلة طب تقفصتي ديها هندسة نقصة ايه هاي عايز الناس تتكلم معايا وتقول بصوت عالي التقفيصة نقصة ايه نقصة برافو عليك نقصة الانهزة احنا عملنا التقفيصة بتاعتنا بس نقصة حاجة مهمة جدا اللي هي الايه اللي هي الانهزة بتاعتنا ادي النهيز اهو بيتسبت زي محاضرتك شايف كده اهو بيبقى يتسبت ضائر في الارض لازم النهيز يدقر في الارض كده اهو بص لازم يكون مايل وضائر في الارض من هنا ويكون متسبت فين في الاوايم بتاعت برافو عليك الناس صحية جدا معايا طيب 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 النهيز بقى ده من خشب ايه برافو عليك من خشب الفليري تمام ايوة كده من خشب الايه الفليري طيب النهيز اللي من خشب الفليري ده يا هندسة خطاعته كم في كم خطاعته ها ايوة بص بقى الاول قبل ما نقول خطاعته النهيز التاني بييجي ازاي وراه كده بالزبط اهو حلو ماشي ابدأ اسبته فين بييجي بطريقة شطرانجية كده ما ينفعش ان انا اخلي نهيز وراه نهيز الا في حالات معينة بتلاقيها بسا في الشغل برا او في الموقع برا ما فيش اي مشكلة ولكن النهيز لو موجود بالكلام ده لو موجود عندي النهيز وش في وش ده ليه حالات معينة فين في شغل برا طيب النهيز ده قطاعاته ايه هندسة تعرف تقولي قطاعه في الليري خشب في الليري عادي قطاعاته تلاتة في تلاتة واربعة في اربعة وخمسة في ايه وخمسة في خمسة كويس اعمل بقى النهيز اللي بعد منه اللي هو النهيز العرضي زي ما انتا شفت كده بالزبط اهو برضو نفس الكلام ولف واسبت الايه الانهزة بتاعت النموذج بتاعي كلها ماشي بس احنا هنسيب النموذج الخارجي او النهيز الخارجي من برا على اساس ان انا اقدر اتحرك وتقدر تشوف الايه الكاميرا تشتغل معانا على النموذج بتاعي ماشي بعد كده هندسة انا عملت الانهزة بتاعتي بجيب النهيز برضو الطولي اهو بحيث يمشي معايا يلف معايا كده وهنكمل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته